هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرب القوات السورية في كل مكان في حال تعرض جنوده لأي أذن وأكد أن بلاده عازمة على إبعاد القوات السورية خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب نهاية فبراير الحالي إذا تعرض جنودنا للأذى بأي شكل من الأشكال سواء كانوا في نقاط المراقبة أو في أي مكان آخر اعتبارا من اليوم أعلنوا أننا لن نقتصر فقط على حدود إدلب أو سوتي بل سنستهدف القوات السورية وفي كل مكان وفي أي مكان يأتي هذا التهديد بعد مقتل أكثر من عشرة جنود أتراك في قصف نفدته القوات السورية في محافظة إدلب المعقل الأخير للفصائل التي تقاتل ضدها في المقابل تسببت خسائر الجيش التركي في توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو بعد أن قدمت روسيا دعما للجيش السوري بغارات جوية في عمليته لاستعادة إدلب من فصائل المعارضة المسلحة على الرغم من اتفاق سوتي لوقف إطلاق النار المبرمي عام 2018 بين تركيا وروسيا التوتر الجديد بين البلدين لم يثني الرئيسين التركي والروسي لبذل جهود للتوصل لاتفاق تهديئة في انتظار زيارة مرتقبة لوفد تركي إلى موسكو لم يحدد موعدها بعد الرئيسان فلاديمير بوتين وأردوغان ناقشا خلال مكالمة هاتفية وفق بيان للكريملين مختلفا جوانب التسوية السورية بما في ذلك تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب كما شدد على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية التركية الحالية بما في ذلك مذكرة سوتي الموقعة بتاريخ السابع عشر من سبتمبر لعام 2018